السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلس الكتاب جيم التالت اداي دي الترمي الثاني الوحدة الثلاثة عشر صفحة مية وتلاتين سؤال is it hot or cold on the moon زياد ازد يبقى زياد ازد او اسقد if it is hot or cold on the moon هنا ربطت بف وقدمت الفاعل على الفعل اللي هو it is السؤال الثاني will you take me to see the new capital dad a rich asked يبقى rich asked dad if he would take here to see the new capital هنا ربطت برضو بف لنفيش ازد تفهم وقدمت الفاعل الفاعل اللي هو he والولي اللي حولته للموت يبقى it would السؤال الثالث how many planets are there هنا يونس asked يبقى يونس asked how many planets there are يبقى هنا انا ربطت بhow many ويستخدمت او محولتش للماضي لاني بتكلم على حقائق كلمية السؤال اللي بعد كده اللي هو الرابع when will you return from paris my wife asked يبقى my wife asked me when i would return from paris ربطت بwhen وقدمت الفاعل على الفاعل اللي هو i والولي اللي حولتها الى would السؤال اللي بعد كده mother said to me will you travel to aswan by air هتبقى mother asked me if i would travel to aswan by air السؤال اللي بعد كده كريم said to ali haven't you seen my mobile كريم asked ali if he hadn't seen his mobile ربطت هنا بف حولت haven't الى الماضي بايت hadn't السؤال اللي بعد كده what story do you want to read our teacher asked us يبقى our teacher asked us what story we wanted to read هنا ربطت بwhat وحولت want الى wanted لزمان الماضي السؤال اللي بعد كده can you play the guitar اسرا said to yasmin يبقى اسرا asked yasmin if she could play the guitar يبقى ربطت بif حولت كان الى could لزمان الماضي السؤال اللي بعد كده رانا said what's your favorite hobby سورا وحسأل بازد بس معلش عشان كتفي الهوطة هنا فهتبقى رانا asked رانا asked سورا واسكد سورا وبعد كده اربط باداة استفهم اللي هي what وبعد كده اقول what بس what here or here happy was او what here favorite hobby was خلي واصف الاخر خالص اللي هي الازة هتحول لزمان الماضي فتبقى was يبقى تاني يبقى رانا asked سورا what her favorite hobby was السؤال اللي بعد كده what did you do yesterday مونة هنا سالي ازد هنا قبتها تحت يبقى سالي ازد مونة what she did the day before السؤال اللي بعد كده السؤال الاخير ده هنح احواله الى المباشر من غير المباشر الى المباشر سورا اي ازد نهال لاباوة her address وهنا ستو 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 يبقى نرجحها كده الى المباشر يبقى i said to نهال وبعدين اضع علامة التنصيص وي what is your address بعمل سؤال عادي خالص وات وبعدين فعل المساعد وبعدين الفعل يبقى what is your address مع عنوانك وبعد كده علامة الاستفاهم ووضع علامة التنصيص شكرا لكم